بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هنخصصه دائما نحديث على موضوع يعني الولوج لتانويات التمييز ببنقرير دونكم بعد ما وضعت الفيديو الأول اللي تعرف بهذا المؤسسة يعني وشروط الولوج لهذا المؤسسة يعني وظروف الدراسة بها كانت مجموعة لأسئلة للطرحات من طرف التلاميذ دونك حول يعني هاد معايير الانتقاء شكون هم مثلهم اللي تتقبلو واش العمومي واش الخصوصي المعدلات الى غير ذلك شنو هم الرائز اللي تندوزو بسبب الرائز الكيتابية يعني شكون هم المواد اللي تندوزو كديرها تشكل ديال الانتحان شنو تكون في هذه المقابلات الشفوية كذلك أسئلة مرتبطة بالمينحة شح تنشدو في هذه المينحة مثلا الناس اللي غادي يخلصوا مثلا شحال غادي يخلصوا تقريبا إذا هاد الأسئلة كاملين إذا حاولت نجمع مجموعات المعطيات يعني من مصادر خاصة ومن بعض التلاميذ اللي ديجة يقرأوا في هذه المؤسسة هذه إذا حاولت نتشاركها معاكم في هذا الفيديو لتعم الفائدة نو كليت تشوف القناة أول مرة منساش يدعم الفيديو بلايك ويفعل زر الاشتراك باش يبصلو دي ما الدروس والمعلومات والتوجيهات اللي سنوضع في هذه القناة بإذن الله نوك على بركة الله غا نبدو الدرس ديالنا عفوا نبدو لفيديو ديالنا دونك منسبة المعايير الانتقاء الأولي إذا بيجقناها غانو اللي نأكدو عليها إذا علاش كي يعتمدوا باش يتم الانتقاء الأولي ديالك إذا هناك عدة معايير ثلاثة المعايير أساسية هناك معيار التمييز إذا المعيار الأساسي هو التمييز إذا الناس اللي يقدرو يدفعو لها للدراسة هم الناس المتمييزين بغض النظار واش يكون تيقراه في العمومي ولا تيقراه في الخصوصي إذا أهم معيار هو معيار التمييز الناس اللي عندهم معدلات جيدة هات السنة كان أخبار تتقولك بأن الناس اللي حصلوا على في المحلي على من 17 الفوق إذا اللي جاب في المتيحال المحلي من 17 الفوق إذا فهو يقدر يدفع يعني رأ عنده حضوض باش أنه يتهز إذا معيار التمييز هو أهم معيار عندنا هنا دونك التلاميذ الثالثة إعدادية المتفوقين من جميع ربوع المملكة إذا أي مغريبي تقراه في الثالثة عنده معدل متمييز تقراه في العمومي أو الخصوصي عنده الحق يتسجل وعنده حضوض باش أنه يتقبل في هذه المؤسسة هذا المعيار الأول معيار الثاني اللي تيخذه بعين الاعتبار إذن هناك واحد نسبة واحد الحصيص تخصوه الناس المتمييزين اللي تنحضرهم أصار اللي هي نسبيا يعني تكون دخل لها محدود أو أصار فقيرة بين قوسين وتتكون شرط ولكن شرط تمييز ضروري تمييز إلا ما كانش تمييز رمكينوان إذن هاد ناس هادو فهو ما تتكون كل سنة يعني تخصوه لهم واحد نسبة ديالهم الناس اللي تنحضرهم هاد الأصار إذن تكون عندهم لفونتاج باش أنهم يقبلهم ولكن هذا ما تيعنيش أن الناس اللي تيقرأوا في الخصوصي رامع عندهم مش حضود لا كل شي عنده حضود غير هو إلا كنتي متفوق زائي تتقرأ في العمومي زائي التنحادير وهذا الأسرة اللي الدخل لها محدود إذن هنا رأي تيكون عندك واحد لفونتاج كبير باش أنك تتقبل ولكن هذا ما تيمنعش أن الناس اللي تيقرأوا في بريفي أو للناس اللي نسبياً يعني وليديهم خدامين عندهم ميسوري نسبياً ما تيعنيش أنه مرة ما يتقبلوش إلى غير ذلك أحنا نشوفو فين كالفرق فين غيكون الفرق ولا إذن هذا المعيار الثاني اللي هو التنوع السوسيو اقتصادي يعني تيخذو بعين الاعتبار الحالة اقتصادية ديال الأسرة ثم هناك معيار آخر اللي هي مقاربة النوع كيف أشهد مقاربة النوع؟ مقاربة النوع اللي تيحاولو يوازنو بين الإينات والذكر يعني معشان قبلوحنا غير الإينات أو لغن قبلو غير الذكر اللي يدفعو الملفات إذن تيحاولو يوازنو بين الجنسين يعني تقريباً يكون نفس العدن ولكن غالباً رأنا تيكون الإينات نسبياً تيكونوا دائماً تفوقين على حسب الشهادة ديال إحدى التلميذات بأن القسم ديالهم يعني تقريباً نسبة كبيرة فهي ديال الإينات وهذا دونك هذه حقيقة أصبحت منفروضها في المغرب يعني ديماً نسبة الإينات يعني تيكونوا كتر مقارنة مع الدكور يعني تمشينا المدارس الكبرى المدارس العليا تنجدو أن نسبة الإينات تسكن أكتر واخر معيش هذا موضوع آخر إذن عندنا مقاربة النوع يعني تحاولون نوزنه بين الدكور والإينات يعني كل شيء عنده الحقيق يتسجس وكان داكار أو أنت إذن هذه أهم المعايير التي يعتمد عليها من أجل دوز في الانتقاء الأولي بعد ما تيتم الانتقاء ديالك إذن يعني ما زال ما تقبلتش أوتوماتيكمو إذن هناك انتقاء نهائي ما تكون في الانتقاء هنا هو إجراء هذوك الاختبارات أو ذوك الروائز إذن عندنا الاختبارات كتابية يتم إجراء اختبارات كتابية إذن ما هي السؤال الأساسي أغلبية يطرح ما هي المواد إذن حسب التلاميذ التي يدرسوا في هذه المؤسسة فيتم إجراء الاختبارات في المواد العلمية الأساسية إذن مواد العلمية واللغات إذن يتم إجراء اختبارات في الفيزياء في علوم الحياة والأرض ثم في الرياضيات ثم في الفرنسية ثم في العربية ثم في إجليزية ثم المعلوميات الانفورماتيك إذن تقريبا هذو من المواد الأساسية التي تتم فيهم إجراء هذه الاختبارات الكتابية هناك بعض التلامب التي ربما تقرأ هذه المعلومات هي مادة غير معمامة يعني هي والإنجليزية كما تقرأ فهي مواد ليست بمعمامة في جميع الإعدادات إذن هنا على حسب التلامب التي تقرأ في المؤسسة فالناس التي تكتب في الورقة بأنه لم يدرس هذه المادة يعني لا تقرأ أي واحد المادة إذن ستكتب لهم أدرس هذه المادة ولكن تتخدم في المواد الأخرى وهي المواد الأساسية التي تقرأها لجميع بسبب المدة الامتحانات فكل مادة يخصص لها 20 دقيقة 20 ميونيوط في كل مادة 20 ميونيوط في الرياضيات إلى غير ذلك وبالتالي كما يكون الشكل من المنطقة كما يكون الشكل لها الامتحانات إذن غالبا الامتحانات لا تكون على يعني تمارين يعني تمارين معقدة أو يعني تخصى الوقت تخصى الحساب بزافلة غالبا تتكون مرتبطة بذلك المعارف العامة دي المادة يعني ذلك كوصة الموضوع يعني ذلك شيء العام يعني نعرف العلاقة العامة نعرف القانون العام تعريف العام يعني ذلك شيء بصيفة عامة ما ندخلش في لي ديطال و يعني هذة الاختبارات هذة الروائز ما تتكونش على شكل تمارين وإنما على شكل كيسي أم ذلك الامتيحانات تتكون على شكل كيسي أم صدق كيستيون أشوى ملتيبل يعني أسئلة باختيارات متعددة تكون السؤال وتيكون عندك مجموعة هذه الاختيارات إذن فقط تكون ديجة مراجعة عندك واحد الفكرة عامة على واحد المقرار معين إذن ركتتحاول جاوب على ذلك الكيسي أم إذن هذا هو الشكل ديال الامتيحانات إذا الامتيحانات تكونوا على شكل كيسي أم أصلا فان بيونت إذا رمشي شي مدة كبيرة إذن خصني ندوز بصرعا يعني تلقرأ لكيسيو تنشوف شكونا هو الجواب المناسب يجب أن نحاول لكيسي ولا هذا بالنسبة يعني فين غندوزو هذا الماود واش في الدورة اللولى واش في الدورة الثانية بك دائما حسب التلاميذ اللي تيقرأوا في هاد التنوية فهذه الامتيحانات كانت في المقرر للاعدادي بالكامل يعني ماشي غير في السنة الثالثة اعدادي حتى هذك شي ديال الثامنة وذك ديال السابعة يعني ذك شي بصيفة عامة توجد سؤال الثامنة سؤال السابعة إلى غير ذلك يعني ماشي فقط واش الدورة اللولى واش الدورة ثانية ولكن العمور الملاحظة ذي التلاميذ اللي تيقرأوا في هذه المؤسسة بأن هذه المتحانة تكون في المتناول يعني مشيش امتحانة تتكون معقدة يعني فقط تكون عندك واحد الفكرة شاملة على المقرر ديال داك المستاوى يعني العمور تقولك بأن امتحانة تتكون بسيطة هذا من جهة اذا اختبار كتابي هناك كذلك روائز او مقابلات شفوية يعني لزان ما تركزوك على الجانب المعريفي الجانب العلمي يعني ما يسولك في ذلك شيء للقراية يسولك سؤال في القراية هنا غالبا تشوفوا يعني التواصل ديالك كيف تهضر واش النطق ديالك مزيان واش اللغة هنا غالبا يقدروا يشوفوا اللغة ديالك مثلا على حسب احدى التلميذات التي تقربت تنويها قد يريب أن تطلبوا منها باش تقدم نفسها باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية اذا تشوفوا المستوى ديالك في هاد اللغتين اذا هذا منطقيا اي مقابلة شفوية اول سوء تيبدو دايما هو تقدم نفسك اذا كل واحد يحاول يوجد واحد تقديم على نفسه يعني المعلومات الخاصة المرتبطة به كذلك تسؤولك يعني غالبا على المشروع الشخصي ديالك يعني الطموحات ديالك مثلا علش بغيتي تدير التنوية التمييز علش جيتي لها التنوية التمييز شنو الطموح ديالك شنو بغي تكمل مثلا من بعض الباكالوريا مثلا شنو الشعب اللي بغي تكمل فيها اذا تعرفو واش عندك واحد توجه معين عندك واحد الهدف معين كل واحد يحاول يوجد واحد الفكرة اذا بحالك تكون هاد الاختبارات الشفوية يعني تكون واحد التواصل تعرفو الشخصية ديالك الى غير ديالك هذا بخصوص المقابلات الشفوية الناس الناس اللي دازوف هذا تتقبلو الناس اللي تتقبلو اذا هنا تكون لائحاتين او دو وو الو و و الناس اللي تتقبلو فلا الفواء يعني بحالة واحد للائحة رقم واحد هادون الناس اللي يعني تتم تغطية جميع تكاليف اذا بعد ما تدرسو الملفات ديالهم تعرفو الوضع الاجتماعي ديالهم اصلا في دو الوضع قرأت الدفع مجموعة الوضع التي تحددو الدخل الابوين ديالك تعرفو الوضعيات الجمعية ديالك 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 إذا كنت في الوضع اذا تتم تغطية جميع التكاليف اذا توفر لك المأكل الملباس الأدوات إذا كل تتوفر لك إذا تغطية جميع التكاليف ما تخلص 0 درهم صفحي زائد زائد هات تغطية ديال التكاليف تستطيع تستفيد من منحة منحة شهرية ما القيمة ديالك 500 درهم منحة 500 درهم غالبا تعتوها لمدة كل ثلاث أشهر يعني تعتوهم 1500 درهم في تلت مصارف التنقص السفار إلى غير ذلك إذا زائد هات التكاليف المأكل الملبس إذا تضيف لهم هات الملحة الشهرية ديال 500 درهم وإذا نحن نسبة الناس لفواء 1 كالناس ستقبلوا لفواء 2 يعني هم ستقول لهم راكم تقبل 2 ولكن رخص تخلص يعني تقبل لفواء الثانية هؤل مطالبين بأداء تكاليف غالبا رمزية مرتبطة بالدخل يعني هذا التكاليف لا يوجد قيمة محددة ولكن لديه علاقة بالدخل الأبوين يعني تتصابط بالدخل الأبوين ديالك ستغير من التلميذ إلى آخر لا يوجد القيمة محددة من غالبا هنا يضع المعلومات العامة التي متوفرة بأن التكاليف تتراوح ما بين 10 30 ألف درهم سنويا التي تتخلص في السنة هذا التكاليف مرتبطة بالدخل الأبوين تقريبا تتخلص 11 حتى 20% من راتب ديالهم هذه هي المعلومات المتوفرة يعني تتراوح ما بين 10 لف درهم حتى 30 ألف درهم سنويا هذي الناس الذي تتخلص إذن أكيد لا تسكن عندهم المنحة لا بورس هذا بسبب تكاليف الدراسة بسبب عدد المقاعد يعني ما حالته الزو للناس صراحة هنا أنا قلبت في 2018 كان عدد المقاعد المطلوب هو 180 المقاعد إذن 180 تلميذ ولكن العمل يفات العدد تغييذ مثلا في 2019 تم قبول 372 تلميذ العمل يفات تم القبول 372 تلميذ هذه السنة هذه 2020 إذن ما زال ما ينتش جديد بخصوص هذا الموضوع أصلا تسجيل ما زال ما بدأ وابتالي ما زال ما عفلاش العادة بخصوص المقاعد سأرى جواب إحدى تلميذ التانوية حول السؤال الحياة المدرسية بالتانوية إحدى تلميذ المتابعي القناة سأرى الجو العام المؤسس ما هي الآفق لذلك جواب هذا هو التعليق الذي وضعت في القناة لذلك يجب أن يكون لديك فرصة تهز في كونكور كثير إلا كنت قرأت هنا يعني اللي قرأ في هذا التاميوز إذا تكون عنده نقطة زوينة تأهله تسيلكسيون في كونكور من بعض الباكالوريا أو في حالك أن تتخلص يتكلفون لك بكل شي كل عام يشتري حواج إلى غير ذلك ويعطيونا لوازيب النظافة والبيضل الرياضية والفوطة من دعونا الرحلات كل عام 5 يام كانوا المراكش ونحن والباك دعونا الكازم دراسة جدا ممتازة وإمكانية وعرا كان بزاف ديال أنشطة الرياضية والأنديا اللي بغا يرفع على راسه ولكن النظام الداخلي صارم جدا والقراية المياه تستجيب الجد والصبر وبنه فترة الامتحانات يقول يقرأ حيث النيفو الامتحانات يكون صعب ويخص الاجتماعي والعلاقات لأن النظام الداخلي والواجبات يشيخ الإنسان يكون اجتماعي والعلاقات لأن النظام الداخلي والواجبات المنزلية تشجع على العمل التنائي والجماعي ولا يصبح لما يكون صعب وإن طوائي حيث في الجهة صعبة يكمل قرائته اذا كان احد التعاليق للميذة التي كانت شكرها بزاف التي اعطتنا بزاف المعلومات حول التانيو هي تتقرأ الان عندها البكالوريا يعني كخلاصة للشي كامل اذا اي واحد يشوف رصودك التمييز عنده نقاط جيدة اذا يحاول يدفع لهذه المؤسسة يحاول يجرب الحد دياله ورأى اي واحد عنده امال باش يتقبل اي واحد صوت يقرأ في بريفيت يقرأ في بيك اذا عنده امال باش يتقبل اذا يطعن طيلا شوص دياله وما يخسر والو وان شاء الله لا يوفق الجميع اذا نتمنى نكون جاوبة على الاسئلة ديال الكلام اي استفسار اخر اي معلومة جديدة سوف نحاول بارتجها معكم ان شاء الله وشكرا